السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم عن مسبحة كفر الدوار ومعرفة المتهم الرئيسي اللي قتل حوالي سبعة من أسرة واحدة هنعرف ايه سبب قتل قتلهم وحنعرف مين هو طبع معايا الخبر للآخر بس لو حضرتكم مش مشتركين في القناة ننزل ونشترك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل إشعار بفيديو جديد ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم حصل موقع صدى البلد على صورة المتهم الرئيسي في مسبحة كفر الدوار اللي راح ضحيته حوالي سبعة من أسرة واحدة بيقيمون بعزبة على قرية الطرح بدائرة المركز وتبين ان المتهم بيعمل أو بيعمل جزار ومسجل خطر للسرقات وزو سمعة سيئة وبيسكن بقرية قريبة من مكان الجريمة وكشفت التحريات ان دافع جريمة القتل السرقة حيث استغل المتهم سوء الأحوال الجوية وترك السيارة النص نقل بعيد عن المكان وتسلل إلى منزل المجني عليهم لسرقة أربع رؤوس ماشية من حزيرة مجاورة لمكان سكنهم وعندما شعر به المجني علي خرج من منزله لمعرفة ما يحدث سفوجئ بالمتهم فتعرف عليه في أجهز المتهم على المجني علي وأصابوا بعد التعنات توفى متأثرا بها وعند سماع أصوات ما يحدث بدأ يخرج المجني عليهم واحدا تلو الآخر فتمكن منهم المتهم وقتلهم جميعا وقام بإشعال أن يرون في المنزل لإخفاء معالم الجريمة وتوصلت تحريات المباحث إلى أن هناك متهم تاني كان برفقة المتهم مرتكب الجريمة وكانت التحريات قد توصلت لوجود جزار مقيم بقرية مجاورة لمكان الجريمة تم القبض عليه وأخذ عينة من دماؤه وجاري تأكد من مطابقتها لأصار الدماء المتواجدة خارج مكان الجريمة وتم التحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث وضبط المتهم الهارب وكانت الأجهزة الأمنية بمدارية أمن البحيرة تلقت بلاغا يفيد بالعصور على سبع جسس لأسرة كاملة بعزبة على بعزبة بقرية الترح بمركز كفر الدوار وانتقل على الفور رجال المباحث للمعينة والفحص وتبين العصور على جسس تسعة وتلاشين عام وزوجته وأنجاله سبعة وستشين عام والدة المجني عليه الأول وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وقام الفريق بمعينة المكان الحادث وكشف غمود الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة ولا زال التحقيق مستمر ده كان خبرنا النهاردة مشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته